البعض يظن يعني وبستغرب من الموضوع انه اعتبروا انه المسيح عم بيتهرب من الجواب انه يعني ما جوابش بشكل مباشر ايوة انه انا ابن داود مع انه احنا بنعرف انه مرارا وتكرارا سواء في العهد القديم او العهد الجديد بعبر عن هوية يسوع كابن داود فما ردك على الذين يزعمون انه عم بيتهرب من الجواب يعني من ينتزع الاية من صياقها عشان يبني عليها هذا الوهم اعتبر وهم لكن تتبع القرينة الكتابية في النص سواء الايات السابقة او اللاحقة يعرف ان المسيح لم يكن هو الهارب من اي اسئلة فكان هو السائل دائما يعني المسيح لما يسأل فهو يمسك بزمام الحوار علشان يظهر ضحالاتهم التعليمية وعدم تمكنهم من الاجابة وهو يعطي الاجابة الكتاب المقدس وحدة واحدة فالسؤال الذي سأله المسيح في قيصرية فلوبو في ارشاليم في متة 22 اجابته كانت واضحة جلية في رؤية 22 انا يسوع ارسلت ملاكي انا اصل وذرية داود اذا الاجابة عند المسيح لم يكن المسيح يتهرب هذا بالاضافة الى تعليم المسيح واعمال المسيح المعجزية برهنت انه هو ذرية داود انه هو الوريث الشرعي العرش داود انه ابن يعني لما تصرخ اليه المرأة الكنعانية وتقوله يا ابن داود الرحمني لم يصرخ اليه برتوث الأعمى يا ابن داود الرحمني المسيح لم يون في انه ابن داود اطلاقا ولم يصحح المعلومة للسائل لكن اطلاقا كان المسيح يضيف البعد الاخر انه ليس فقط ابن داود لكن هو كمان رب داود او اصل داود وطبعا في لوقة الصحاح الاول جواب الملاك اللي هو تعبير عن وعد الله في العهد القديم انه المسيح سيكون ابن داود وانه رح يجلس على كرسي داود ويملك الى الابد وده يفسر لنا ما معنى كلمة ابن داود اذا حبينا نفضل يعني نعمل تمايز بين هذه الاسماء يعني احنا بنقول المسيح هو ابن داود ولا ابن ابراهيم ولا ابن الانسان ولا ابن الله هو كل هذه الالقاب مجتمعة نعم لكن كل لقب من هذه الالقاب وكل اسم من هذه الاسماء له دوريه واستخدامه المسيح هو ابن داود في علاقته بالأمة اليهودية وخراف بيت اسرائيل وعرش داود الملك فهذه علاقة المسيح بهذه الامة مش كل الامة احنا محتاجين نوضح الموضوع اكتر اخي عياد لانه فيه للأسف كتير يعني بالذات مع الحروب اللي عم بتدور في الشرق الاوسط ولسيما موضوع اسرائيل وموضوع غزة وكل هذه الموضوع السياسية فالناس عم تخلط في الموضوع من ناحية سياسية ولكن احنا حديثنا من الكتاب المقدس احنا بنشرح الكتاب من اه فحلو انه نشرح الموضوع يعني نحن نشرح الان القاب المسيح في الكتاب المقدس من الكتاب المقدس ونفهم من معنى هذا اللقب ايه يعني لما الملاك زي ما حدك اشرت في لغة واحد يقول القديس العزرى مريم هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى اذا هو ابن العلي ويعطيه السيد كرسي داود ابيه فيجلس على بيت يعقوب الى الابد يملك على بيت يعقوب الى الابد يبقى معنى كلمة ابن داود يعني يملك على بيت يعقوب فابن داود يعني علاقته بالامة اليهودية الملك فيها كان داود والكرسي يسمى كرسي داود فيملك على بيت يعقوب الى الابد فلما قول المسيح ابن داود يعني في علاقته بعرش داود الملك وبالامة اليهودية التي كان عرش داود هو السنتر لهذه الأمة طبعا عرش داود خلا عرش داود خلا عندما أخذ آخر واحد من سلالة داود وهو صدقية الملك إلى السبي البابلي وبدأت أزمنة الأمم إلى أن يأتي المسيح ويتقال عنه يعطيه السيد كرسي داود أبي متى واحد يقدم لينا بعض آخر أوضح يقول كتابه ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم ويستخدم متى الطرح من أصفار العهد القديم لأنه يكتب إلى اليهود فيبرهن لليهود أن المسيح المولود في بيت لحم هو ذات الوريث الشرعي لعرش داود الملك فيرجع سلسلة النسب إلى داود عبر سليمان كما في لوقة يرجع سلسلة النسب إلى داود عبر ناثان لكي يؤكد أن المسيح هو الوريث الشرعي لعرش داود والمسيح لما كان يتكلم من الناس الملك والمسيح في إرسلياته الأولى للتلميذ كان بيقولهم إلى طريق أمم لا تمضوا إلى قرية السامرين لا تذهبوا بل بالحار تذهبون إلى خراف بيت إسرائيل الضالة لأن كانت الإرسلية لبيت داود ولبيت عقوب عندما رفضت هذه الأمة توجه المسيح بالبشارة إلى كل العالم اذهبوا وتلميذوا جميع الأمم وعمدوا باسم الآب والابن والروح القدس يبقى لما الكتاب يقول عنه هو ابن داود يعني على عرش داود يعني له الحق أن يسود على بيت داود أو يقيم خيمة داود الساقطة كما ذكر عموس 9 وكما ذكر يعقوب في تعليقه في مجمع أرشالين في أعمال 15 يقيم خيمة داود الساقطة مملكة داود التي سقطت بالسابي البابلي سيقيمها المسيح فهو ابن داود الحقيقي دا معنى كلمة ابن داود الشرعي كمان بحسب مفهوم اليهود كانوا بينتظروا مسيح لازم يكون المسيح بحسب نبوات العهد القديم ولازم يكون ابن داود طبعا تمام بحسب الكتاب المقدس هذا هو معنى كلمة ابن داود طبعا هو ابن داود طبعا لكن كمان هو ابن الإنسان وهو ابن إبراهيم إذا حبيت نوضح يعني ابن إبراهيم نوضح ابن إبراهيم لأنه في السياق الحديث ابن داود ابن إبراهيم مع أنه في فترة زمنية بين داود وبين إبراهيم يعني متى واحد يقول لنا كتاب وميلاد يسوع المسيح ابن داود لكن يكمل ابن إبراهيم لماذا اختار داود واختار إبراهيم لأن هناك وعدان أو عهدان من ضمن العهود الكتابية العهد صد العهد الداودي والعهد الآخر يسمى العهد الإبراهيمي العهد الداودي أن الرب سيأخذ من ذرية داود ابن يجلس على عرش المملكة المسيح هو هذا الابن الذي سيجلس على عرش المملكة لكن العهد الإبراهيمي كان قطع الرب مع إبراهيم قبل سحق ما ييجي وقبل الأمة ما تيجي من يعقوب وهو عهد بالميراث والأرض والميراث والأرض لكي ما تتبارك في نسل إبراهيم ليس أمة إسرائيل فقط لكن جميع أمم الأرض كان الوعد الإبراهيمي للإبراهيم أن الرب هيدي لك الأرض وتتبارك في نسلك جميع قبائل الأرض إذا حبيت أبسطها للمشاهدة أقول المسيح ابن داود في علاقته بأمة واحدة هي أمة إسرائيل المسيح ابن إبراهيم في علاقته بكل أمم الأرض ففي المسيح تتبارك جميع قبائل الأرض ولأنه هو ابن إبراهيم فقد أعطى المجال للمرأة الكنعانية الفنقية التي خارج دائرة إسرائيل أن تأخذ مطلبها من تجاه ابنتها ومدح إيمانها أكثر من إسرائيل جت له الأول تقوله ارحمني يا سيد يا ابن داود رد عليها رد البعض بيعصر فيه ويتعصر فيه ليس حسن أن يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب المسيح لا يرفضها لكن عايز يحطها قدام زي الأسئلة اللي بنقولها الاستدراجية إن أتيت إلي باعتبار ابن داود أنت أممية ملكيش حق فيه وعم بيكلم التلميذ اللي بيسمعوه لأن هذا القول الشائع من اليهود على الكنعانيين الأمم لكن لأن المسيح ليس فقط ابن داود للأمة اليهودية لكن فيه ستتبارك جميع قبائل الأرض وأمم الأرض فأعطاها ما أرادته فالمسيح هو ابن داود في علاقاته بإسرائيل فابن إبراهيم في علاقاته بكل الأمم ترجمة نانسي قنقر